أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنها ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحا لأن لهم أجرا حسنا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا ادخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كمرى كرمة تخرج من أخوائهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا معنا الغاضي نتلها لنبلوهم أيما سنعملا وإنا لجعلنا ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكعب والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أول فدية إلى الكعب فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من عمرنا رشدا فضربنا على آثانهم في الكعب سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أن ينحل بين أحصان ما نبثوا أمدا نحن نقص عليها نبعهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وذنهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب الزماوات والأرض لن ندعو من دونه إلى هل قد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلياتا لو لا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظهم من يدر عن الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكعب يرشون لكم ربكم من رحمتها ويهي لكم من أمركم ارفق وترى الشمس إذا طنعت الزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات السمال وهم في فلود منها ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلنتجن له ولي مرشدا وتحسبهم إيقاظا وهم رقود ونقلمهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط زراعيهم الوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليد منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثهم قالوا لبثنا يوما وبعض يوما قالوا ربهم على المال بث فمعثوا أحدهم بورقهم هذه المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوهم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربي يعلموا بعد فيهم ما يعلموا إلا غليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليغرب من هذا رشدا ولبثوا بك فيهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم ما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يجعي في حكمه أحدا واتلوا ما أحيي إليك من كتاب ربك لا ممددك رمادها ولن تيد من دونه ملتحدا واسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلن قلبه عن ذكرنا وادفعه وهو كان أمره فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنك المولية والوجوه بيس الشراب وساء المرتبق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نوذي أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجريم تحديم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها للأرائك نعم الثواب وهزنا مرتبق واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آدت أكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنتا وظالم لنفسه قال ما أظن أنت من هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا يردد إلى رب لأجلن خيرا منها منغلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وغفرد بالذي خلق من تراب ثم من مدول ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرب من ربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حشبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلم تستطيع له طلبا وحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيه وأن يقاوية على عروجها ويقول يا ليت لذن مجرم ربي أحدا ولد كله فئة ينسرون من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقب واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط بينباد وعظف عشر عاشي من تذروف الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقي هذا الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرثوا على ربك صفا لغا جيتمون كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وترى المجرمين مشويقين مما فيها ويقولون يا ويلة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة يدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفدا دخذونه وذر يدى أولياء من دوني وهم لكم عدو رسل الظالمين بدلا ما أشادتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم الدخذ المذلين عزدا ويوم يقولون لاد شركائي الذين زعمتم فدعاهم فلم يزنجيب لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا بهذا مرآن الناس من كل مثلة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين غفروا بالباطل ينحذوا من الحق واندخذوا آيات وما أنذروا هزوا ومن الله من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما غندما يداها إنا جعلنا على قلوبهم أكنتنا ليفقهوا وفي آذانهم وقرع وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور والرحمة لو يؤاقلهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعين لن يجد من دونه موئلا وتلك القرى لجنهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين وامضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حودهما فدغن سبيلا من المحر سربا فلما جاوس قال لفتاه آتنا غدا أنا لغلقين من سبرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصغرة فإني نسيد الحوت وما أنسني إلا الشيطان وانعنصرها واتخذ ثمينه البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فردا دعا آثارهم قصصا فوجد عبد من عبادنا آتينا ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لا تبعك على أن تعلمني ما علمت رجدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهد به خبرا قال سأل إن شاء الله صابرا ولا أعسلك أمرا قال فإن انتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقها حتى إذا رهب من سبيلتي خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جيت شيئا إمرا قال لما قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني مما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقها حتى إذا لقي غلام فقتلها قال قتلت نفسا زكية بغير نفسا لقد جيت شيئا نفرا قال لما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدما لا تزاحبني غل ملغت من لدني عذرا فانطلقها حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقل فأقامها قال لو شئت لد حظ عليه أجرا قال ها لفراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء أم له يأكل كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما ضغيان وكفرا فأردنا أن يمدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذلك القرنين قل سأدل عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبب فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرم في عين حمية وجد عنده أخوما قلنا يا ذلك القرنين إما أن تعذبوا إما تدخيه فيهم فسنا قال أما من ظلم فسوفا نعذبوا ثم يرد إلى ربه فيعذب وعذابا نفرا وأما من آمن وعمل صالحا فلا وجزاء الفسن وسنقوم من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطالع الشمس وجدها تغرم على قوم لم نجعلهم من دون سدر كذلك وغنى هرنا بما لديه خفرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يقعون قولا قالوا يا ذلك القرنين إن يجوج وما جوج من سدون في الأرض فهل نجعل لك خرج على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكن فيه ربي خير فعينني بقوة ناجعل بينهم وبينهم ردما تني زبر الحديد حتى إذا ساو بين السدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قالا دون يفرق عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا هو من استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعن ربي جعله ذكاء وكان وعن ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمويوا في بعضا ونبغ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عين في غطاء عن ذهر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إن أعتن جهنم للكافرين نزولا قل هل ننبههم من أفضرين أعمالا الذين ظل سعيئهم بالحياة للدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائها فحبط أعمالا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاهم جهنم بما كبروا واندخذوا آيات ورسوليه سوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا إذن البحر قبل أن تنفذ كلمات رب ولو جئن بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن ميداه مداه واحد فمن كان يرجو لقاء ربه وليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا